الخبر أولي عدنا يا حبايب عن الفيديو كليب اللي نزلته على قناتي الثاني اللي هي بعنوان مملكة المشاهير فرحة كمراوطة بالوصف يا حبايب اللي حاب نروح شوفها في شي كل شخلوه وبنفس الوقت تكذبونها بالكومنتات يا حبايب إذا أعجبكم الفيديو أو لا طغل حاليا نارين بيوتي ودخولها للمستشفى فنزلت هذا الستوريت كان ذات ردبي على المتابعين اللي قاعد يسؤلوها أنه هي وين مختفية فالصوت ما شاءت يا حبايب نزلت هذا الستوريت كان من داخل المستشفى وبنفس الوقت تيحطها مثل مغذي بيدها وواضح أن حالتها صعبة فالله يشفي يا رب وإن شاء الله ما بيها أي شي وما تشوف إلي الخير والسلامة وطبعا اكتبنا يا حبايب بالكومنتات أو دعولها بالكومنتات وان الله يشفيها يا رب ما تشوف إلي الخير والسلامة روح حاليا السفر اليوتيوبر بالنسبة لأول يوتيوبر يا حبايب اللي هو أنس وأصالة وسفرهم من دبي فنزلوا هذا المقطع وأعلنوا عن هذا الموضوع أما بالنسبة لأثاني يوتيوبر فهو زياد وسارة وسفرهم المالديف ونزلوها مقاطع على يسابهم بالإنستجرام بينهم بها أنهم حاليا بالمالديف وشكل ما حسونا واحدة واخرى في هناك الروح حاليا لمحمد كريم والكلام بالكتابة عن أمير الله حسين فحمد كريم يا حبايب نزل هذه الصورة اللي هي علاقة بالفيديو كليب اللي رح نزله قريبا وشان كاتب أنا أفضلك لأنك تحاول كثير من أجل وليه يقصد أنه يفضل أميره لأنه يدام تحاول أو أنت بقوي بلس وقت يا حبايب أميره مكتبت له كومنت على هذه الصورة وشان كاتبت له ونبي محمد كريم صورة مودل فهو أرد عليها آسف مرتبط وحبيب تتشوقني خليك بعيدة وطبعا هو يضحك مو أكثر يا حبايب فهو قزم مرتبط بأميره يعني فكتنا بقابة الكومنتات شاركوا بهذا الخبر وننتقل حاليا إلى أحمد حسن وزينب وبالأخصص زينب تزليلها شوية ستوريات كنت ترد بها على الكثير من أسئلة بسبب السؤال الأول كنت أردوها بما أنه هي حاليا حامل فهي بأي شهر فردتني بالشهر الخامس وما بسبب السؤال اللي بعدها فسألوها إذا كان مشكلة حاليا بينها وبين أحمد حسن بما أنه تشرت الشعقة بشترة يعني فردتني لها ما كوي خلاف بيناتهم بقى خالص حلوين وزي الفلو وأمراض هذا الوقت أعبضي لعب أيلين وهو الحياة جميلة يعني بروحة لنا ربطة وشنو صاروا إياها في من الوضع يا حباب نوعا ما شوية حالتك خطرة إلا الآن محد يعني حجة بي عن هذا الموضوع ولكن شرين نزلت هذا الاستوري قالت إن شاء الله ما تخافوا ماكو شي خطير وبنسبة الشيور فهو نزل استوري يدعي بي الأختة وكاتب لها كلام إن الله يبدأ عليك أي شيء وخلينا إياكي فطبعا ندعوها يا حباب بالكومنتاتون والله يفيها يا رب إن شاء الله يكون بها أي شيء وبس أولا يا حباب نوصلت المقطع للتسون الفيديو كليب بالوصف الكل يدخل يا حباب هناك ويفجر المقطع وبدش ينكون فيها زي ما قاد بمنك القصص مع السلامة